ولو أن الدخول كان كاريتي تنظيم كاريتي باب وحدة دخلوا منها تقريبا 35 ألف إلى 40 ألف مناصر الكثير بقية خارج أسوار الملعب فوضى عارمة في التنظيم لا ندري لماذا الجزائر والدولة الجزائرية تشيد ملاعب كبيرة ملاعب عالمية ولا يمكننا أن ننظم الدخول إلى هذه الملعب جرت في الكثير من المرات مثل هذه الأمور في ملعبنا في ملعب نيلسون مونديلا في ملعب خمسة جويليا في ملعب عشرين أوت حتى في الملعب القادمة كنا نقول فيها مدخلين ولكن الذي حدث كان جميل كما قلت في البداية بصور تعليل أبوانت رحمة الله عليه بعالم الجزائر وشعار ملودية الجزائر على يسارو وبشعار مشجعين بخصالك دويرة الملودية يعني على الدويرة ستهيب كل منظارك يعني كل منظار الملعب صورة علي لابوانت رحمة الله عليه في هذه الصورة المدعو علي لابوانت يعني علي عمار رحمة الله عليه صورة المكتوب عليه الملعب الشهيد علي عمار البداية كانت كما قلت على هذا النحو لكن الذي حدث بعد ذلك غريب الأطوار ويطرح الكثير من علامات الاستفاة نشاهده في الملعب مع بداية اللقاء لم يكن ممتلئ عن آخره صور الملعب أو صور الجماهير والأمور كانت تسير على أحسن ما يرام الملودية انطلقت بصعوبة بعد 25 دقيقة كاملة بشتجلنا أول فرصة لمسوسة هذا اللاعب الذي تألق بعد دخوله في مرحلة في لقاء الدهاب لكن في هذه المباراة كان جيد في الشوطة الأول وخارج الإطار في المرحلة التالية الأنصار كانوا سنداً لفريقهم هذه فرصة أيضاً بالخماسة الذي حاول افتتاح باب التسجيل أو تعديل النتيجة بالنبع علماً أن لقاء الدهاب كان هدف مقابل صفر لفريق الاتحاد المونستيري الذي لم يشكل أي خطورة معادة في هذه اللقطة فقط الفريق تجمع في الوراء وأراد إرباك ونرفزت عناصر الملودية والحديد كثيراً مع الحكم لتأتي هذه الفرصة في دقيقة الربعين الإفواري لم يظهر شيء الكثير حتى في هذه المباراة المباراة الثانية اللي يكون فيها خارج الإطار اللعب الإفواري الملودية في الشوطة الثاني حاولت عن طريق زوغرانا الذي وجد نفسه وجهاً لوجه بعد تمريرة بوراس بوراس الذي كان دخوله موفقاً في هذه المواجهة لكن زوغرانا كرته كانت خارج الإطار المرمى المرمى الملودية سجلت أخيراً في دقيقة السبعين أو دقيقة الواحدة السبعين عن طريق نعيجي ربما أحسن عنصر فوق أرضية الميدان صالة وجالة وكان في كل مكان زكنية العيجي كان رجل المباراة حسب رأيي أنصار الملودية لحد هذه اللحظات رغم أن الملودية لم تتأهل بعد ولكن لا شيء كان يحدث في المدرجات رغم صعوبة الدخول لمدرجات ملعب علي لابوانت رحمة الله عليه الملودية سجلت هذا الهدف هدف السبق لكان يخلي الملودية تطمح للتأهل لكنها لم تكن بعد قد تأهلت بعد ذلك الفريق حاول وتمكن من سجيل هدف تاني عن طريق نعيجي الحكم رفع وضعية تسلل هدف صحيح هدف صحيح مئة بالمئة لم يكن فيه هنا الكورة تظهر أو الصورة تظهر أنه مكاش فيه تسلل للملودية مكاش الفار الملودية كان بإمكانها أن تسجيل هدف التاني وتن تقضي على الأمور قبل أن يأتي الهدف التاني من نيران صديقة من قائد فريق المونستيري الذي تمكن من تسجيل الهدف ضد مرماها 2-0 الملودية كانت متأهلة وهنا نقطة استفهم كبيرة بدأوا المشاكل في المدراجات الفريق لم يكن متأهل ما كانوش مشاكل بعدها الهدف التاني عفوا اختلط الحابل بالنابل وأنا نشوفه في المدراجات الأمامية فرغت تقريبا بسبب المشاكل التي حدثت التي تسببت أيضا في وفاة مناصر رحمة الله عليه بايزيد يتحصل على ضربة جزاء ضربة جزاء شرعية نفدها مسوسة وضيعها أو لنقل تصدى لها حارس المرمة اللقاء عرف نهاية مؤسفة بعد رمية لكليموجان داخل الملعب داخل المستطيل الأخضر لا ندري ما الذي حدث نقطة استفهام كبيرة خاصة أن هذا الملعب فيه أكثر من ميتين كاميرا ميتين كاميرا دوسيرفيونس ميتين كاميرا مراقبة على الأقل يجب فتح تحقيق في الذي حدث في هذه المواجهة لأنه موش من الطبيعي أن تكون الملودية متفوقة ومتأهلة ويحدث الذي حدث في مدرجات علي لابونت في أول مباراة لمنفروض هي مباراة احتفالية صراحة شيء عفوا شيء غريب وغريب جدا حكم الرابع تدخل نشاهد في هذه الصور ورمي المقدوفات داخل الغازات المسيلة للدموع لا ندري ما الذي حدث أنا ما كنتش في الملعب ولكن يجب في تحتحقيق صراحة لأنه الذي حدث لا يجب أن يمر مرر الكرام المسوسة ضيع ضربة الجزاء ليعلن الحكم بعد ذلك بأمام مصرحية نوعا ما لأشقاء نتوانسة صراحة لآرادوا مغادرة أرضية الميدان لكن الحكم لم يوقف اللقاء بل صفر نهاية المواجهة بتأهل ملودية الجزائر للدور القادم في ظروف مأساوية ملعب جديد من المفروض احتفالية نشاهد مثل هذه البقايا أعطينا صور الملعب كيف أصبح والله أمور نتعجب لها وكما قلت كان ميتين كاميرا أو أكثر في ملعب علي رابوانت رحمه الله نظن في أول مواجهة كان الأشدر على الأقل أنه تكون فيه مباراة تجريبية قبل هذا اللقاء المهم والمهم جدا هذه النقطة الأولى لكن الذي حدث غير مقبول تماما وتسبب في وفاة مناصر رحمة الله عليه المناصر وليد الذي ور يترى أمسية اليوم في ظروف غامضة جدا شيء غير مقبول أنصار الملودية غضبه كثير وبطبيعة الحال بعد وفاة هذا المناصر أنصار الملودية الذين تعجبوا وقالوا بأننا خسرنا نهائي كأس الجزائر أمام شباب بالوزداد بحضور سيد رئيس الجمهورية ولم يتم تكسير أي شيء ولم يحدث أي شيء الفريق خسر الموسم الماضي ما بين الشوطين كان خسر أمام شلف ثلاثة مقابل واحد ولم يحدث أي شيء نقطة استفهام هل الأمر مقصود هل صارت أمور في الخفاء هل كي الناس تريد التخلاط وتريد لا تريد الخير لهذا البلد لا ندري لكن الأمر غير مقبول تماما قبل الحديث عن كل هذا المباراة كيف وجدتها محمد قاسي سعيد مباراة بصارة حار دوانا كنت متخوفة هذه المباراة نقول لك علاه لما شفت مباراة الدهاب مولودي يعني درت مقابلة لباس بها قلت عندها فرص ما استطاعش بس سجل ما كانوا شو وجدين ولكن لما سجل الفريق المونستيري الهدف ديالو في الدقائق الأخيرة أرضوان اللي تبقات والوقت بالضايع تقريبا 10 دقائق تصور بليفذوك 10 دقائق لعبين كلهم رجعوا يدافعوا في بلادهم رجعوا يدافعوا وكانوا يضيعوا في الوقت حبوا المقابلة تنتهي بواحد مقابل سفر وكيما كان حالتهت بواحد مقابل سفر كأنه هذا الفريق عنده فريق ينعب خارج الضيار بشراسة في الدفاع وهذا ما شفنا في هذه المقابلة ولكن لم يخلق أي فرصة فريق المونستيري لا مجيش يخلقها يعني قلت لك جاي يغلق وكانت بعتني ملعك وكنت سمع فيها فهمتك ولكن قلت لك يعني في الأخير هل بيمكنك أنت هل بيمكنك هذة الطريقة قلت لك في بلاده في العشر دقائق للأخرين غلق اللعف في بلاده وغلق بداي يضيع الوقت وبدأي طيح كان رمح عارف باللي عنده منظومة دفاعية قادر يجيب نتجة من الجزائر هذا اللي يتبقوه هنا في ملعب الشهيد علي عمار والملوديات كلقات صعوبات في الشوط الأول كلقات صعوبات ولو شفنا الفريق المونستير مما قدم حتى الشي حتى ونتلقى الهدف الأول وهذا دقائق مازال يدافع مازال يدافع ولكن سيدية طرطار خلاص الملودي يسجل لهدف الثاني يقول هنيئا للفريق الملودي ولكن لازم في دور للمجموعة نتمنى المستوى تعلعبين والفريق يعاود يطلع أحسن من المقابلات هدوما بالأحداث والله أولا رضوان أنا أنا فرحان بالزاف بسك أربع فرق جزائرية أهلو إلى دور المجموعة هذا شي جميل للبطولة الوطنية كما نقول البطولة الوطنية دينا إن شاء الله نشوفه في اللي ماتجين في اللي قلوب نشوفه ريتم طالع ونشوفه مستوى أكتر من هذا بسك توجو ريتين نحصلوها في ما زال ما بدتش البطولة سي نورمال هذا عنده الدخل الثاني بالنسبة للمقابلة رضوان حقيقة كانت مباراة صعبة الفارقين فارق جاء باش يدافع باش بسك ما يخفى لكش رضوان كانت النتيجة في اللقاء الذهاب بواحد صفر الضغط كان على اللاعبين تعال المولودية كان لعب عشوائي شوية بالنسبة اللاعبين تعال المولودية ما شفناش صرت خاصة في وسط الميدان في شوط الأول ولا الثاني شفناه شو اللعب عشوائي سيفري كانوا اللعبوا على الأطراف بسك لو كانت عاود تلاحظ اللقاء كل كورات وين كان الخاطر يجو على واسمه على الأطراف با لك بوكو بلوس كانوا قادرين اللاعبين تعملون الجزائر يتعاملوا في المقابلة بسك بينها كون على بنابلية حيكون ضغط على اللاعبين حيكون قلق بسك تأخر في النتيجة لازم تسجل هدفين بسك يكون ضغط إضافة بيعطيك الصحة اللاعبين با لك لا تعملوش في هذا اللقاء بيرازانة بسك شيء مهم في كورة القادم ولا بارح كونا نحكو قلق يودي رب مقل لقين لاعبين بسك لا لازم لا لازم ما لازم مركو في دقيقة 73 هدف الأول 70 70 نعيجي 70 نعيجي 70 نعم يقدب عليك في كورة القادم ما زال ما سفرش نهاية المباراة الحاكم توجو لك عندك أمل نظر في هذا اللقاء هدايا اللي صنع الفارق بالنسبة لي هو الإرادة تعال لعبين بسك حقيقة اللعبين كانوا سيبري كان شوية اللعب عشوائمي كانت عندهم الإرادة وتكلمت لك مقباطة تلك بشارب بالوزداد هل تعتقد بأنه موديت الجزائب بإمكانها أن بمرور الوقت الآن خلاص هذه تعال رح ترفع شوية من المستوى خاصة اللعبين المدرب يعني عرف كيف ربما يراجع حساباته وبعد الأخطاء التي ارتكبها في لقاء الدهاب هذه المرة لعب اللعبين الجدول ولكن ماذا مخدار ينسوا الإنسيجام مرضوان في كرة القادمة لازم نقوم تجلب اللعبين شعر شفنا البارح بوراس ويندخل في شوط تاني قدم إضافة كبيرة ويندخل يعرف يلعب كرة يعرف يشد كرة هذا ماذا كان خاص في مويدة الجزائر دخل استابيليز وسط الميدان وشفنا كيف كان يمرر كورات قاسيرة كورات عمق ما قلت المقابلة كانت فيها الضغط كبير نعم ويندخل لك اللقاء هدايا نحنا المهم في هاد اللقاءات هدا هو التأهل مع مرور الوقت إن شاء الله المدرب بتاع مويدة الجزائر يصح الأخطاء دياله بس ما يخفى لك جلبوا لعبين اللي رح يزيدوا بلوس الفارق نظن بلك هذا ولا حيصنع الفارق ومع مرور الوقت حنشوفه هل نشوفه هل استثمات ناجحة أم لا نعم خلينا نروح لألي بن شيخ هل تريد الحديث عن أعرف أنك غضب أو غضبت كثير اللي حدثت أمس اليوم رأنا في نقدر نقول نعزيه ونفسنا هذا مناصر جزائر توفية رحمة الله عليه هل تريد الحديث عن المبارا عن الأحداث أم لا تريد الحديث تماما ماذا يمكن أن تعلم أنا نقول أنا نطلب الرحمة لها سيبورتر اللي ما تربيه رحمه وليد نعم ويعطي صبر العائلات وصورتو لاماما والأب وخ سي دور دبرد ان الفان هكذا جفلسي تليقات زيكي بليت كاليفية ونتمنى لهم كل خير لا تريد إضافة أي شيء نعم ترجمة نانسي قنقر موسيقى